أشار حكم مصرف لبنان رياض سليمي إلى أن التعميم التي يصدرها مصرف لبنان هدفها التخفيف من حدة وألام الأزمة ومنع الانهيار الكبير من جهة وضبط السوق الموازية من جهة أخرى لا في تنفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن مرحلتين استبقتها تدخل المركزي الذي أدى لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة 35% الأولى تخللتها عملية وقف إخراج ليرات لبنانية من مصرف لبنان والأخرى إيجاد موارد بالدولار نقدا لوضعها على منصة صيرفة وبيعها وقال سليمي أننا اليوم نتدخل بهذه الدولارات عبر صيرفة ولم يتم المس باحتياط مصرف لبنان لإتمام هذه العملية حتى الساعة مستغربا ترافق انخفاض سعر الصرف مع انتقادات طالته من البعض مضيفا إنما أزعج البعض هو أنه لم يعد هناك تقريبا سوق موازية وأصبحت منصة صيرفة هي الأساس والكل يعتمد على سعر الصرف الذي تحدده وهو أمر لمصلحة البلد وعما إذا كان سيتمكن من خلال الألية الجديدة التي يعتمدها من الحفاظ على سعر صرف بمستوى 20 ألف ليرة قال سليمي سنترك السوق تتصرف لن نتدخل لتثبيت السعر وسنترك السوق تأخذ مداها ولكننا موجودون لمنع أي تقلبات حادة كما كان يحصل سابقا لافتا إلى أن سعر العملة لا يرتكز على التقنيات المصرف المركزي وحدها كما يروج البعض فهناك الجو السياسي وعجز الموازنة والنشاط الاقتصادي وكيفية الخروج من عملية التوقف عن دفع اليورو بونز كلها عوامل مؤثرة على سعر الصرف في بلد مدولر كلبنان وفي السياق المتصل أعرب سليمي عن استغرابه من اتهامه بمنع الأموال عن البعثات الدبلوماسية مشددا على أنها مسئولية الحكومة وليست مسئولية مصرف لبنان وقال يطلبون من القيام بتحويلات وبنفس الوقت هناك رفض للمس بالاحتياط الإلزامي فليؤمن دولارات ليدفع مصاريفهم بالدولار وعن الدعاوة ضده والقرارات الصادرة بحقه من مدة عام جبل لبنان القاضية غادعون قال سليمي أنا مستعد للإجابة عن كل أسئلة واستفسارات القضاء شرط أن لا يكون القاضي على عدوة شخصية معي لا أعرف سببها وعما إذا كان ممنوعا من السفر ومحجوزا على أملاكه أكد سليمي أنه لم يحاول أن يسافر وليس لديه سفر حاليا وفي ملف التدقيق الجنائي شدد سليمي على أن قرارات المجلس المركزي واضحة والمعلومات التي زودنا بها شركة التدقيق كاملة